وفاق السوداني مقررًا وهو واحد من الشباب المجتهدين العاملين في الدراما يعني أيضًا موظف في الدراما وكان المفروض أنه نقدم أعمال أخرى مغايرة لما يقدم لذلك تعاملنا مع الملف بشفافية عالية أعلننا في المرة الأولى في بداية الشهر الأول من هذا العام حتى أنهم قالوا أين ذهبت المنحة وهذا أول شعر رح يوجه إليك ورح يبقى مستمر أي طبعا المنحة تحتاج إلى تحضير وتخطيط دقيق حتى تصرف بطريقة مقنعة لذلك نشرنا أنه من واحد واحد الفين واربع وعشرين إلى واحد ثلاثة الفين واربع وعشرين أن يقدم الشباب والكتاب الكبار نصوصهم إلى هذه المنحة حتى يتم اختيار بعض منها للتنفيذ يعني الخمسة مليار لا تكفي لإنتاج أعمال كثيرة خمسة مليار ما تكفي ما تكفي لذلك قدموا لنا بحدود مئة وثمانية واربعين مسلسلا تلفزيونيا يعني نحن عندنا في العراق هذا العدد الهائل مئة وثمانية واربعين ثمنتعش كاتبة من النساء ومتبقي كتاب عندنا كتاب نساء كتاب نساء منتعش اسم عندنا شابات ومعروفين قبل شابات شابات الكل ولكن كنا نطلب منهم ملخص العمل زائدا حلقة أو حلقتين حلقة صفر حلقة صفر حتى نشاهد طبيعة أو نقرأ طبيعة المعالجة فأخضعناها للجنة غربلة هذه الأعمال المئة وثمانية واربعين فنتج عنها بحدود 32 نصا صالحا لعرضه على اللجنة الأخرى وكان كل شيء منشور وبشفافية تام طيب بس النقطة مهمة الحكومة رئيس الوزراء اشترط موضوعات خطوط حمر وضع حدود دولة الرئيس كان واضحا جدا باللقاء قال قدموا أعمالا ليس بالضرورة أن يعني تداعي بالحكومة على حد القول أو تكون مادحة للحكومة بقدر ما تقدمون أعمالا اجتماعية لا تكون مادحة بس يقبل أن تكون ضد الحكومة ضد الحكومة حتى لو أنها ضد الحكومة ممكن أن تقدم قال دعا هذا هذه وجهة نظرة الصريحة الرجل قالها في الاجتماع تحكيته مباشرة وإحنا جالسين كل الفنانين كان بالاجتماع الخاص الدراميين تلفزيونيين والسينمائيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر